موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الأكارم أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الإسلام والعصر تحدثنا في الحلقة السابقة عن مفهوم الطلاق ومقاصده في هذا اللقاء نتحدث عن أنواعه وأثره يسعدنا أيضا أن نرحب في هذا اللقاء بفضيلة الدكتورة ميادة الحسن دكتورة في الفقه وأصوله مرحبا بكم معنا مجددا دكتورة ميادة أهلا بكم دكتورة ميادة لا يفرق الكثيرون كما أشرنا في الحلقة السابقة بين أنواع الطلاق لذلك قد تجد أن بعض الرجال بعد أن يقع الفأس في الرأس يبحث الزوج أو ربما الزوجة بعد أن تطلب الزواج تبحث أو يبحثان عن فتوى وعن سبيل للرجعة وقد يلجأ ربما الرجل لغير المختصين أو المتعالمين وضعاف النفوس قبل اللجوء إلى الطلاق دكتورة ألا يجب على الرجل المطلق وأيضا ربما على الزوجة معرفة أنواع الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول يعني الفقهاء نصوا على أن المكلفة إذا قدم على عمل ما فينبغي أن يتعلم من العلوم ما يساعده على القيام بهذا العمل فقالوا إذا بلغ المكلف فينبغي عليه أن يتعلم أحكام الصلاة قالوا إذا ملك ما لم ينبغي أن يتعلم أحكام الزكاة قالوا إذا استطاع الذهاب الحج ينبغي أن يتعلم أحكام الحج الآن الذي يحدث وهذا عجيب يخطب الرجل ويتزوج ولا يتعلم شيئا عن أحكام النكاح الحقيقة الأمر المهم هنا أن نشكل واعيا فقهيا فيما يتعلق بمؤسسة الزواج ليس ما يؤخذ من العرف أنه يعني على اللسان دائما وأبدا أنت طالق وعليه الطلاق وكل ما فعلت شيئا أو أراد أن يهددها أو أراد أن يمنعها من شيء صحيح أنا أتفق معك مئة بالمئة في أنه يجب أن يكون هناك وعي أو أن أنا لا أعرف الطريقة لكن أنادي بأن يكون هناك مع عقد الزواج يعني إعطاء دورات تدريبية في فقه النكاح في أساسيات فقه النكاح حتى يدخل كل واحد منهما وهو على بصيرا مما يقدم عليه جميل دكتورة ماذا عن أنواع الطلاق بمأننا تحدثنا عن أهمية معرفة يعني آثار الطلاق وأهمية معرفة ما يتعلق بمؤسسة الزواج عموما يعني فلنتحدث أو نفرق أو نبين للناس أنواع الطلاق دكتورة ميت الطلاق الحقيقة ينقسم إلى أنواع كثيرة قد يكون طلاقا رجعيا وقد يكون بائنا والبائن قد يكون بائن بينون صغرى وقد يكون بائن بينون كبرى أنا سأوجز الحقيقة الله سبحانه وتعالى ملك الرجل ثلاث طلقات فإذا طلق الزوجة للمرة الأولى فإنها تعتد من الطلاق وتسمى معتدة من طلاق رجعي وهي في العدة له أن يراجعها وهي زوجة له تماما يعني لا تفرق عن الزوجة في شيء إلا أنه يجب أن يراجعها قبل أن يتمتع بها على خلاف من الفقهاء ثم إذا رجعت إلى عصمته وطلقها الثانية فأيضا إذا اعتدت تعتبر معتدة من طلاق رجعي تمام؟ وتسمى مطلقة طلاق رجعي أيضا له أن يراجعها وهي زوجة تماما الزوجات عليه نفاقتها ومحتبسة هي في البيت لأجله إلى آخر إذا انتهت العدة بعد الطلق الأولى وبعد الطلق الثاني فتبين المرأة منه بينون صغرى معنى بينون صغرى أنها لن تعود إلى عصمته بقوله راجعتك وإنما يجب أن يعقد عليها عقدا جديدا ويكتب لها مهر جديدا ويكون هناك ولي وشهود ومؤفقتها ومشاكل هذه بينون صغرى وقد تكون أيضا بينون صغرى إذا طلقها قبل الدخول أو في حالة الخلع في أن بينون طلاق البائن الآن إذا طلقها الثالثة وهي في العدة تبين منه بينونة كبرى بمعنى أنها لن تعود إلى عصمته حتى تنحح زوجا غيره حتى يعقد عليها زوج غيره ويدخل بها دخولا كاملا صحيحا وتزوق عسيلته ويزوق عسيلتها ثم إذا شاء أن يطلقها الثاني وطلقها يمكن للزوج الأول أن يعقد عليها ثانية إذا الدكتورة الطلقة الأولى رجعية الطلقة الثانية رجعية صحيح؟ نعم الطلقة الأولى رجعية والطلقة الثانية رجعية والطلقة الثالثة تصبح الآن الزوجة بائن بينونة كبرى بعد انتهاء العدة من الطلاق الرجعي تكون بائن بينونة صغرى جميل طبعا له أنواع أيضا البائن لكن أنا أتكلم فقط عن إدارة الحياة الزوجية الآن هناك تقسيم آخر للطلقة يعني هذه النقطة التي ذكرناها يجب أن تكون حاضرة وماثلة أمام عين الرجل يعرف أنه ليس كل ما دأ الكوز بالجرى بن قوسيني إلا أنت طالق يعني هذه مشكلة حقيقة الإسلام إذا تأملنا في أحكام الزواج نجد أنه راعة لا يقع الطلاق مراعة فضيعة مراعة كبيرة جدا جدا يعني عددت طلقات أو جعلها متفرقات الطلقة الأولى والثاني والثالثة ثم أمر قال فطلقوهن لعدتهن ومعنى كلمة فطلقوهن لعدتهن أي أن الرجل يجب أن يكون واعيا عندما يطلق أنه يطلق لابتداء العدة وليس لأنه يريد أن يهدد أو مشاكل ثم لما يحصل الشقاق أمر بإحضار الحكم من أهلي وحكمان من أهلي كثيرة هي الأمور التي أحاط الإسلام بها الزواج خطوة خطوة حتى إذا وصلنا بعدها إلى الطلاق الآن لما نقول أنه في عندي طلاق رجعي وطلاق هذا ما يعرفه الشباب الذين تزوجون فيقعون بالطلاق الأول والثاني والثالث ثم يركضون إلى المفتين يريدون أي فتوى تنقذهم منها النوع الثاني من الطلاق هو الطلاق الذي يسمونه السني والبدعي والذي ليس سنيا ولا بدعيا أمثلة سريعة دكتور الطلاق السني لاحظوا كيف أن الإسلام أراد للمطلق أن يكون واعيا وقت إيقاع الطلاق أن يطلق الرجل زوجته وهي ليست حائضاً ليست في أثناء الحيد ومثله النفاس وليست في طهر ما السهفي وليست في طهر ما السهفي الغرض من ذلك المفترة الغرض أولاً لما تكون في حالة الحيد يكون قد ابتعد عنها فترة ويعني أحوال النفسية غير مستقرة وهي أحوالها النفسية غير مستقرة صحيح فيحصل الطلاق بدون أن يكون متأكداً أنه يريد الطلاق وإنما لأسباب تدور في نفسه لا يستطيع أن يصل إليها لا يستطيع أن يشبع رغبته يعني يحصل هذا التوتر صحيح ولأنه عادة إذا كانت المرأة متأهبة وصالحة لأن يقترب الرجل منها عادة الخلافات الكبيرة إذا اقترب الزوجان من بعضهما ذاب وكأنها لم تكن سبحان الله فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائط قال أمره فليراجعها لأنه ليس وقد تأكد من أنه لا يريدها وإنما قد يكون لأنه ممنوعاً من الاقتراب منها وأن لو كان هناك اقتراب مشروع لربما ذهبت هذه المشاكل كلها وإذا كانت قد هي في طهر قد مسها فيه فلأن الرجل عادة إذا كان قد جاء مع زوجته ينصرف عنها لا تظهر رغبته الحقيقية فيها تظهر الرغبة متى إذا كان عندي طهر كامل يعني تقريباً 21 يوم أو 15 يوم من 15 إلى 21 يوم لم يأتها فيه إذن تتأكد رغبته بأنه لا يريدها جميل اتضحت سورة دكتوراء عذراً على المقاطعة الوقت يداهمنا طلاق الحائض يشيع عند الكثير من الناس بأنه لا يقع الواقع أن المذاهب الأربعة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر بن خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن ابنه قد طلق زوجته ويحاد قال له النبي عليه الصلاة والسلام مرضوثاً يراجع ونحن نعلم أن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق الذي ذهب إليه الجمهور أن الطلاق واقع وإن كان حراما يعني هو حرام عليه أن يطبيقه إذن يقال لكنه حرام نعم يقال لكنه حرام وذهب ابن تيمية وهذا فتوى تقريبا اليوم شاعت بين العلماء لما يتعلق بحلول يعني البحث عن حلول للناس يرى ابن تيمية أن الفلقة التي تكون في وقت الحيض لا تقع لكنه يخالف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مره فليراجعه ولم يرى شيئا قالوا لم يرها أصلا يعني طلقة ولكل الوجهة هو موليها لكن ينبغي أن يعرف الرجل أنه إذا كان في عندي نسبة 50% أن هناك قولا بأن الطلاق قد وقع ينبغي أن يمسك نفسه عنه صحيح صحيح دكتور ماذا عن طلاق الحامل طلاق الحامل لا يوصف لا بسنتين ولا بدعة لأنها هي حامل أصلا نخاف لما يكون قد وطئ زوجته في طهر أنها تظهر حامل وبالتالي يندم فيما بعد يقول يعني أنا كيف أتركها وقد حملت فهي حامل وأيضا لا يأتيها الحيد فإذن هي ليست من ذوات الحيد وليست غير معروفة الحامل بل هي معروفة الحمل فطلاقها لا يوصف بسنة ولا بدعة وهو جائز يعني أقصد ليس جائزا بمعنى مراقب فيه وإنما على أصل حكمه الذي ذكرته قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون أكروها على الأصل عند الجمهور هاتفا دكتورة بالنسبة لطلاق الثلاث في مجلس واحد وهذه الفتوى ربما يعني ما يسير عليها الكثيرون هي الأكثر شيوعا الآن أنه يقع واحدا نعم الجمهور على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا الجمهور على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وراد الرجل أن يقع الثلاث إذا أن تقع وإن كان قد فعل حراما يعني عند الحنفية والمالكية أن هذا طلاق بدعي لأنه جمع ما فرقه الله الله تبارك وتعالى قال له طلق الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وبينهما رجع حتى يتأكد حال الرجل من أنه لا يريد الزوجة وإنما يريد الطلاق فإذا جمع الثلاث فقد فعل محرما على رأي الحنفية وأما الشابعية فلا يرون أنه حراما ففعل محرما لكنه يقع على إرادته هو أراد أن يوقعه ثلاثا لكن ذهب أيضا ابن تيمية وأهل الظاهر إلى أنه لا يقع إلا واحدا واستدل بما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن الناس قد يستعجل لما سئل عن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو مجلس واحد إما يقول لها أنت طالق ثلاثا أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق طبعا ثم قال أنا لا أنوي يعني أنها طالق ثلاثا فقال روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن هذا قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا لكن دكتورة ألا ترين أن هذه الفتوى تفتح بابا لتعدي الأزواج واستحلال أو الاستهانة بلفظ الطلاق وقدسية عقد الزواج يعني تقصد فتوى ابن تيمية نعم نعم وهي التي عليها الآن معظم المفتون لأنهم يرون أن هذا عليها معظم المفتين لأنهم يرون أن هذا ينقذ الأسرة أنا أقول شيئا أقول لو أننا نستطيع أن نجد نظاما يغرم الرجل الذي ينطق بالطلاق على غير وجهه الحقيقي أو نجعله أمام جهة معينة هذا أفضل من أن نتركه على هواه يوقع الطلاق الأول والثاني والثالث والمرأة تعرف أنه ليس إلا واقعا فيأتي فيدعي أنه غضبان ويدعي أنه ما أراد الثلاث ويدعي كذا ويبحث المفت له عن فتوى شاذة ليرده إلى زوجته جميل الذي أراه أننا لو وضعنا قانونا يجرم من ينطق بكلمة الطلاق قبل أن يعي آثارها وأمارة ذلك أن يكون أمام قاضي أو أمام طالب علم أو كذا حتى نتأكد ماذا يريد هذا أنا أرى أنه أفضل نعم جميل جميل اتضحت الصورة دكتورة اسمحي لنا بفاصل ثم نواصل حديثنا معكم أعزائي المشاهدين فابقوا معنا وانتظرون موسيقى اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم الإسلام والعصر نرحب من جديد بضيفتنا الدكتورة ميادة الحسن مرحبا بكم مجددا معنا دكتورة ميادة حياكم الله دكتورة ميادة طلاق الغضبان هو أكبر الأبواب أو أكثر الأبواب التي يتخذها ضعاف النفوس يعني للجوء الأزواج إلى المتعالمين أو إلى بعض من يتخذون قضايا الزواج بابا للتكسب ما هو ضابط طلاق الغضبان؟ الله يجزيك الخير حلو هذا الطرح لأنه كثير منهم يقول أنا غضبان أنا لا أعرف إنسانا يطلق أو يعني وهو مبسوط وسعيد ويقهقر ويعجي يقول أنا علي الطلاق أو أنت طالق يعني هاي يمكن أن توجد عند الملوك والأمراء لما يريد أن يتخير لكن أنا لا أعرف رجلان يطلق وهو غير غضبان في واقعنا أتكلم فالتمسك بهذه الدعوة الحقيقة تمسك يعني بشيء يعني ليس مستمسكا نقول أنه ليس مستمسكا الغضبان قال الفقهاء أن طلاق الغضبان لا يقع قالوا بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق الحديث الذي رواه هو أحمد وأبو داود وأبو الماجا قال لا طلاق في إغلاق قالوا ما هو الإغلاق قالوا هو انسداد المدارك انسداد منافذ الإدراك بسيء الإنسان ما يستطيع أن يدرك شيئا هذا هو الغضبان أحد ما شيخنا بحلام أنا سمعته شخصيا قال أنا سأعتبر أن طلاق الرجل هو طلاق غضبان إذا كان عندما نطق بقوله أنت الطالق كان في جيبه خمسمائة ليرة أيام كانت الخمسمائة ليرة يعني تفعل أشياء وجاء إنسان وأخذها من جيبه ولم يشعر عندها أقول له أنت أكيد غضبان ووقع طلاقك وأنت غير مدرك لما تقول هذا الآن معيار أو ضابط أو يعني شيء نحتكم إليه في أن نقول هذا الرجل كان غضبان يوم نطق بالطلاق أو لا أكان ماله يأخذ من جيبه دون أن يشعر إن كان كذلك فهو غضبان وبالتالي طلاقه لا يقع لكن دكتورة بالمقابل بعض الأقوال لا تحسر الغضب بذهاب العقل ربما وإنما بالتلفظ دون إرادة ونية فعلية بالطلاق يعني أنه تلفظ بالطلاق لكنه لا يقصده فعلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا أن ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد إذا نطق وهو هازل قال النكاح والطلاق والعتاق فالطلاق واحد من الأشياء التي لو كان يعني هازلا يقع الطلاق فكيف يقول لي والله أنا لم أريد ما نويت الطلاق من علاقة بني نطقت به صريح الطلاق نطق به إن أردت أن تقول أنت غاضب أو غضبان أو خرجت عن وعيك إذن أثبت لي هذا معيار هذا معيار ينبغي أن ننتبه إليه أو أن نقلل من الفتاوى التي تفتح هذا المجال لأنه أنا عندي مشكلة حقيقة الآن المفتين لما يأتيهم أي أحد ويبحثون يقول لهم أنا فعلت كذا كذا ويبحثون عن الأقوال الشازة والأقوال التي تقول إذا أنت نطقت بلا إرادة بكلمة الطلاق الصريح فلم يقع الطلاق ويوجدون له الحل أنا أقول كيف يعني تكون المرأة والرجل يعيشان في يعني في غير زوائد طلاق قد يكون الطلاق بائنا بيننا كبرى صحيح كيف نصل إلى هذه الحالة كيف نستجيز لأنفسنا الذي أراه أنه يجب أن تمنع هذه التصرفات على شيوعها لأنه شاعت كثيرا فين بغي أن تمنع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يذكر مجاهد فيما رواه أبو داود يذكر أنه كان عند ابن عباس فجاءه رجل فقال يذكر له أنه طلق زوجته ثلاثا يعني يريد فتوى خلصني فيقول مجاهد فسفت ابن عباس حتى ظننت أنه سيرد المرأة إلي ثم قال ابن عباس كلمة رهيبة قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس يعني أنقذني صحيح وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا صحيح قال ابن عباس وإنك لم تتق الله عصيت ربك وبانت منك مرأة هكذا قال ابن عباس أنا الذي أريد أن أقوله كم من غير متقن لله يأتي المفتون ليوجد له مخرجا صحيح وهذا إشكال حقيقي عندي يعني كثير ما يعني تعترج في صدر هذه المعلومة وأريد أن تصل أرجو أن يسمعني المفتون الذين يمارسون هذه الفتاة ويقدمونها أن يكونوا على وعي من هذه النقطة من يتق الله يجعل له مخرجا ويأتيني وهو غير متقن للناه وأنا أبحث له عن المخرج شكرا الآية واضحة حتى حينما يحصل خلاف بين الزوجين يعني الآية واضحة إن يريداء إصلاحا يوفق الله بينهما نعم صدقت إن يريداء إصلاحا يعني هذا بالنسبة للحكمين صحيح يعني قبل اللجوء إلى الطلاق أصلا نعم نعم عندما يصل الشقاق إلى حد كبير كحل حتى لا تنهدم تلك المؤسسة نأتي بحكم من أهله وحكم من أهله إذن عدما بعض الفقهاء قالوا نأتي بالجيران من عدما قالوا نأتي بأهل الخير ممن يعرفون أصول التوفيق بين الناس يعني يعرفون فن الحوار وفن المفاوضات يعني هذا كله يدل على أن هذا الأمر ليس سهلا صحيح الطلاق ليس سهلا ليس سهلا من قبل الرجل أن يكون على لسانه في كل لحظة وفي كل كلمة وليس سهلا على المرأة أنه كلما دأ الكوز بالجرد قالوا طلقني أنا هذا ما عاجبني وعاجبني لا المرأة صحيح يعني ينبغي أن تطلب هذا ولا الرجل ينبغي أن يهجم على هذا ينبغي أن يعطى للزواج قدسيته ومرتبته التي أرادها الله عز وجل جميل المفاوض جميل دكتورة تحدثنا عذرا عن القاطع يعني الوقت بدأ يداهمنا تحدثنا عن أنواع الطلاق أصبح الآن هناك لدى الزوج والزوجة وعي بالطلاق ومقاصده وأنواعه الآن لو أن زوجة طلقها زوجها ماذا تفعل قبل كل شيء قبل كل شيء أين تقضي عدتها طبعا إذا كانت الآن الطلاق الأصل فيه أنها تقضي عدتها في بيت الزوجية إذا كانت الطلق الأولى وليس في البيت أهلي الطلق الأولى والثانية الطلق الرجعية فهي في بيتها وحتى الطلق البائن تقضيه في بيتها لكن مع العرف اليوم العرف أحدث شيئا من الاختلال فإذا كان الطلق بائن تخرج من بيت الزوجية لكن بعد الطلق الأولى المطلق الرجعي بعد الطلق الأولى هي زوجة وعلى الزوج نفقتها وعليها أن تستأذن الزوج في إدخان من يدخل إلى بيته تستأذنه ويتعامل معها كزوجة خلاء أنه لا يعني يتعامل معها كزوجة في الفراش إلا أن يراجعها بالقول أو يراجعها بالفعل مع نية الرجعة وليس نية أن يقضي شهوته ثم يتركها لأن هذا لا يجوز الفقهاء يختلفون في قضية هل يشترط القول أو يمكن أن تكون الرجعة بالفعل لكن مع النية ففي العدة إذا طلقها تدخل في العدة لأن إذا كانت مطلقة رجعية عدتها إذا كانت تحيض عدتها ثلاث حيضات على رأي الحنفية والحنابلة وثلاث أطهار على الرأي المالكية والشافعية فتجلس في بيت الزوجية وتتزين لزوجها ويريه أحسن ما عندها حفاظا على بيتها لعل ما كان يكرهه منها يزول نعم دكتورة بالنسبة للمراجعة ماذا يقول لها؟ يعني من عجيب ما سمعت به قبل أيام أن الزوج يقول لزوجته يضع رأس يعني يضع يده على رأسها ثم يقول لها راجعتك سريعا دكتورة هل ورد في السنة أو في القرآن ربما ما يشير إلى مثل ذلك؟ لا يضع يده على رأسها ولا شيء يقول لها راجعتك جميل راجعتك على مذهب الشافعي قولا وعلى مذهب غيره يعني يفعل معها يعني ما يفعله الأزواج كمقدمات للوطن كالتقبيل والمس مثلا كذا لكن مع نية الرجعة مع نية الرجعة جميل تضحت صورة دكتورة عذرا الوقت دهما تماما السؤال الأخير الذي سأختم به من الطرق أو الحيل المنتشرة بكثرة الآن والتي يلجأ إليها البعض لإعادة الزوجية حينما يستنفذ أقصد الرجل طلقاته الثلاث هو تفسيق الشهود لعلة عدم الصلاة أو التدخين أو حلق اللحية وغير ذلك وبالتالي يعتبر هذا المفتي العقد الأول فاسدا وهنا يلجأ لعقد جديد هل يصح ذلك دكتورة ميادة هذا مفتي يخرج الناس الذين لا يتقون الله ويبدو أنه أيضا عنده مشكلة لأنه عندما يحكم بفساد العقد الذي يقوله لهذا الرجل لأن الشهود كانوا كذا وكذا هو يحكم بفساد مئات العقود كآلاف العقود المنتشرة بين الناس هذا الكلام أنا أجد أنه خطير وأنه ما ينبغي اللجوء إليه ما ينبغي اللجوء إليه والأمة مدعوة إلى أن تفكر بقوة عبر المجامع الفقهية وعبر المؤسسات الشرعية إلى أن تضع ضوابط وغرمات الحقيقة دكتورة هذا منتشر الآن بكثرة يعني مجرد قناعة أو يقين الزوج بصحة العقد ابتداءً أو العقد الأول هل يصح له فيما بعد أن يعتقد بأن العقد كان فاسداً؟ ما أعتقد أن قناعة هي التي لها الأثر لكن نحن عندنا الشهود ظاهران من علاقة بالباطن؟ من متى؟ ونحن نقول العدالة للشهود ظاهران؟ مجرد الإسلام على مذهب مالك أظن مجرد الإسلام فكيف أعود؟ من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردوداً عليه جميل العقود كلها تعقد هكذا ثم تأتي لكي تصحح أو ترجع الزوجة إلى زوجته تقول أن عقده الأول كان بارد هذا كلام بارد يعني هو يرجع بعد أن يستنفذ يعني الطلقات الثالث للأسف نعم هذا مخرج لمن لم يتق الله حقيقةً هذا مخرج لمن لم يتق الله ومخرجاً لا يتق فيه جميل دكتور عذراً على المقاطعة انتهى وقت حلقتنا تماماً أشكركم جزيلاً شكراً على حضوركم معنا في هذا اللقاء دكتور ميلا جزاكم الله خيراً أنتم أيضاً عزائي المشاهدين نشكركم على حسن متابعتكم وأصغائكم نذكركم أننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم من خلال المنصات الظهر على الشاشة أمامكم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة